وأجريت عبر عشرين دولة جميع على مئات الناس وتبين لهم أن الإنسان يولد مؤمنا بالله بفطرته الله أكبر هل تحب أن نرى القراسة؟ ياريتم تشوقتني دكتور هذا كلام في غاية الحمية إلا كتاب واحد في الكون شذ عن هذه القاعدة لا يوجد غيره سبحان الله وهو القرآن العظيم أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله سبحانه وتعالى نعم صحيح وتكررت بالضبط 2699 مرة جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر ورد في الأثر أن هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف في السوق يوما ووجد الناس منشغلون بالبيع والشراء وأمور الدنيا فإذا به يصرخ لهم قائلا أيها الناس كيف أنتم مشغولون عن توزيع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فترك الناس كل ما في أيديهم من بيع وشراء وذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة عاد الناس يقولون أيها الرجل لقد كذبت علينا قال لما؟ قال ذهبنا إلى المسجد فلم نجد ميراث النبي يوزعنا قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا رجلا يجلس يعلم الناس والناس حوله يطلقون العلم فجلسنا معهم ثم جئنا نقول لك لقد كذبت علينا فقال الرجل والله ما كذبت عليكم إنكم كنتم تأخذون من ميراث النبي لقد قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما ورثنا العلم فالعلماء ورثة الأنبياء أحبة الكرام مع ورثة الأنبياء مع أهل العلم مع الإعجاز العلمي وبرنامجكم أنزله بعلمه نلتقي اليوم مع باحثنا في الإعجاز العلمي الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحبه في هذه الحلقة سلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلاً والسلام والله بارك الله بكم يعني دعني دكتور أبدأ كما تعودنا في الحلقة الماضية وما سبقها إني أسأل سؤال اسمح لي أن أمثل فيه الطرف الآخر نعم نعم يعني بعض الناس يقولون لماذا الإعجاز؟ أنا إنسان أؤمن بالقرآن الكريم وأؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى وفيه إعجاز بلاغي بياني تحدى الله به تبارك وتعالى العرب في عصر النبوة فما حاجة للإعجاز لماذا؟ خلاص أنا أكتفي بإيماني بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى فما رده سعر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم دكتور أشرف في بداية هذا اللقاء أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا العمل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالص لوجه الكامل فالله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن معجزات للأنبياء حتى خليل الرحمن عليه السلام سيدنا إبراهيم طلب أن يرى معجزة ليطمئن بها قلبه صحيح قال ربي أرني كيف تحيي الموتة نعم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صحيح طيب بالله عليك إذا كان هذا حال خليل الرحمن صحيح يطلب إعجازا علميا لأن إحياء الموتة هو إعجاز طبي صحيح يريد أن يرى ليطمئن قلبه فماذا نقول نحن الضعفاء في هذا العصر قليل العلم صحيح نحن بأمس الحاجة لمعجزات أولا لتثبتنا على الإيمان واليقين جميل نحن الآن نعيش في عصر الشبهات انتشرت موجة مرعبة من الإلحاد اليوم تصير الشكوك وخاصة في عالمنا الإسلامي للأسف يعني تصير الشكوك ومعظم الشكوك والشبهات والحجج التي تطرح تعتمد على لغة العلم لغة العلم وبالتالي لابد أن نرد هذه الشبهات بلغة العلم جميل دعنا اليوم دكتور نبدأ بهذه اللغة ونحاول أن نقدم دليلا ألميا من خبرتكم واتساعكم ما شاء الله وعلمكم الواسع في هذا المجال شيء نقدمه للمسلم وغير المسلم من هذا الكتاب العظيم يثبت أعجازه وسبقه الله سبحانه وتعالى يؤكد أن الإيمان جزء من فطرة الإنسان قال تبارك وتعالى الله أكبر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نعم والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى عندما قال كل مولود يولد على الفطرة صحيح صلى الله عليه وسلم إذن هذه حقيقة قرآنية ونبوية جميل أين نجدها في العلم؟ دراسة عالمية كبرى أجريت عام 2011 طبعا أنا يعني اسمح لي أن أتحدث بلغة الوثائق كويس لكي يكون كلامنا مقنعا بالنسبة لكل من يسمع ينكر هذا الإعجاز نعم نعم دراسة أجريت عام 2011 جميل في جامعة عارقة هي جامعة أوكسفورد معروفة بريطانيا جميل كبير نعم وأجريت عبر عشرين دولة جميل على مئات الناس وتبين لهم أن الإنسان يولد مؤمنا بالله بفطرته الله أكبر هل تحب أن نرى التراسة يريد أن تشوقتنا دكتور هذا كلام في غاية الأهمية جميل يعني أنظر الإيمان بالله هو جزء من طبيعة الإنسان أوكسفورد ستاد يعني يعني هذا بحث علمي صدر ليس من هيئة إسلامية مثلا قاموا بدراسات على الأطفال وعلى الكبار وعلى الشريط الـ DNA الوراثي أيوة الشريط الوراثي الـ DNA وعلى ردود أفعال الدماغ لأن الدماغ له رد فعل يعني أنت كلما قمت بأي عمل هناك رد فعل في الدماغ جميل نشاط يحدث جميل وجدوا أن الإنسان عندما يذكر أمامه اسم الله يتوهج في دماغه مركز الخوف عن طريق الإشعاعات والتسليط للإشعاعات على رأس الإنسان القياسات تجرى بيسمى جهاز المسح برانين المغناطيسي الوظيفي سبحان الله لإضافة لأجهزة أخرى سبحان الله ترصد المنطقة التي تنشط في الدماغ فعندما يذكر اسم الله تجد أن هذه المنطقة تنشط حتى بالنسبة للملحد هذا الكلام ليس بالنسبة للمؤمن لو سأل بعض المستمعين كلمة الله نقصد عندما اختبروها كانت على يمكن أجانب ليس بعرب ربما قيلت بكلمة اللورد أو قد يعني ليس طلاب لغتهم قد يسمع الآن واحد يقول نعم بلغتهم هو اسم الله مثلا قد فأثر في من يسمع أثر أثرا ماديا ملموسا كيف دكتور الله يعني الملحد الملحد ينكر وجود الله هذا معروف ده حقيقة في ظاهره فالدراسة الأخرى التي قامت بعد هذه الدراسة أكدت هذا المعنى ولكن بشكل أدق في جامعة هلسينكي بفنلندا جميل أحضروا مجموعة من الملحدين وجعلوهم يتجرؤون على الله الكلام وهم ملحدون يقولون كلام في مرجع على الله إله إله وأن الملحد يؤمن بالله في قرارة نفسه ولكنه ينكر ذلك أما بلسانه أما أجهزة جسد التي خلقها الله توحد من خلقها سبحان الله لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال أيضا الله أنبأنا عن هذه الحقيقة الله أكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم واستيقنتها ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هذه الآية في آل فرعون الله لذلك أنا دائما أقول أنت كمسلم عندما تقرأ مثل هذا البحث تقرأ كلمات الله سبحانه وتعالى ثم تجد صدى هذا الكلام في العلم العلم اليقيني الحيادي سبحان الله ألا تزداد إيمانا صحيح صدق 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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتسليما صدق الله العظيم وبالتالي هناك دراسات كثيرة جدا 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 حول هذا الموضوع كلها تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم لما جاء في القرآن الكريم وهذا يشهد بأن هذا الكتاب كما قال عنه الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون إذن بعد هذه المعلومة نتيقن جميعا أن كل ذرة فيك وكل عضو من أعضاء جسدك شئت أم أبيت أسلمت أم كنت غير مسلم هو يوحد من خلقك جل في علاه والآية الكريمة واضحة ذكرها معنا الدكتور يعني تصدق أيضا آية أخرى هذا الكلام قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم أنزله بعلمه وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر نعود للدكتور عبدالدائم الكحيل الباحث في العجاز العلمي في القرآن الكريم لنفس السؤال يا دكتور لي بتبادر لزان لماذا الإعجاز العلمي؟ الحقيقة هذا السؤال للأسف متناقض مع القرآن لماذا؟ جميل لأن القرآن الكريم إذا قرأته بتجرد وحيادية سوف تجد بالدرجة الأولى أنه كتاب علم فإذا ما رجعنا إلى كتب البشر نجد أن اسم مؤلف الكتاب لا يكاد يظهر إلا على الغلاف أحيانا وفي المقدمة مثلا صحيح صحيح والذي يكرر اسمه كثيرا في أي كتاب يكون كتاب فاشل لماذا؟ ماذا سيقول عن نفسه؟ حتى لو تحدث لن يقول مثلا أنا فلان كذا أنا فلان كذا ويكرر لا يضع اسمه في المقدمة في الخاتمة في ثلاث أربع مرات فقط تمام إلا كتاب واحد في الكون شذ عن هذه القاعدة لا يوجد غيره سبحان الله وهو القرآن العظيم سبحان الله أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله سبحانه وتعالى الله أكبر نعم صحيح وتكررت بالضبط 2699 مرة سبحان الله فهذه الحقيقة العلمية نعم أو الرقمية هي حقيقة مادية ملموسة ماذا تعني؟ جميل تعني أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون كلام بشر نعم وإذا تأملنا الأرقام التي في القرآن بما أن الله واحد يجب أن يكون الرقم واحد هو الأكثر تكرارا أيضا وهذا أكتشف فعلا أن ترك نعم موجود في القرآن سبحان الله الرقم واحد 33 مرة تكرر سبحان الواحد الأحد نعم أكثر رقم تكرر في القرآن هو الرقم واحد وأكثر كلمة هي اسم الله كأنك أمام لوحة هندسية تقول لك أن صاحب هذا الكتاب هو الله الواحد لا يمكن أن يأتي به بشر بهذا التركيب مستحيل صحيح حقيقة واضحة من هذا الكلام الطيب طب نريد دكتور أن نعرف الآن حقيقة أخرى تؤكد لنا هذا الحاجتنا فعلا للأجازة العلمية من خبراتكم وعشرين سنة حضرتك أو أكثر في مجال الأجازة العلمية والبحث الحقيقة هناك مثال أبهرني هو اكتشاف علمي اعتبر من أعظم الاكتشافات الكونية في القرن الحادي والعشرين وسمي بأمواج الجاذبية أمواج الجاذبية الجاذبية نعم قبل تقريبا ثلاث سنوات أو 2014 طبعا هذا الاكتشاف الحقيقة غير نظرة العلماء للكون وجدوا أن الكون فيه خاصية خاصية الأمواج التي لا تشبه الأمواج التي نعرفها سبحان الله الكون عندما تشكل كان نقطة صغيرة نعم ثم توسعت بشكل مفاجئ جميل وفي القوانين منظمة سمي التضخم المفاجئ تضخم مفاجئ ونتجة هذا التضخم وتشكل هذه الأجرام وهذه المجرات والذرات وغير ذلك أصدر الكون موجات جاذبية شكلها يشبه شكل الرمال عندما تضربه المياه المياه نعم يعني شاطئ البحر نعم عندما تضربه الماء تتشكل أمواج ولكن ليست يعني أمواج مجعدة نعم نعم تسمى باللغة الإنجليزية ريبلز ريبلز نعم هذه الأمواج هي التي وجدت في بداية الكون وموجودة حتى الآن إذن هي صفة مميزة للسماء الله كيف رصدت يا دكتور رصدت بأجهزة دقيقة جدا وقام بها الغرب وقام بها عدة جامعات في أمريكا وكندا وبريطان يعني ليس فريق عمل واحد إنما جميل عفوا دكتور إذا أردت أنا كمشاهد عادي أريد أن أبحث عن هذا الموضوع ماذا أكتب على جوجل أو الانتظار أمواج الجاذبية شيء عملية نرى ماذا وضع الغرب معك معك الإمام القرطبي فسر كلمة في القرآن والسماء ذات الحبك نعم كيف فسرها قال الحبك هي الأمواج التي تتشكل على شاطئ البحر عندما تضربه المياه يا الله في تفسير القرطبي هذا الكلام موجود من أكثر من ألف سنة ألف سنة مزيانة نعم 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 الآن انظر معي هذا هو الكون هذه كلها مجرات هذه النقاط عبارة عن مجرات جديئة نعم كل مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم مئة ألف مليون هذه النقاط الصغيرة فيها مئة ألف مليون نجم جميل جميل فعندما بحث العلماء عبر هذا الكون واستخدموا هذه الأجهزة الدقيقة وجدوا هذه الأمواج وشبهوها هذا فيلم من إنتاج موقع مجلة الطبيعة الأمريكي هم من صنعوا هذا وليس أنا من عندهم انظر هذا شكل الأمواج انظر قالوا إذا أردت أن تفهم طبيعة هذه الأمواج عليك أن تنظر إلى شاطئ البحر يا إلهي وكيف ترتسم هذه الأمواج أنا صعقت عندما فتحت تفسير القرطبي والطبري أيضا ووجدت أن هذا التفسير أكثر من ألف ومئة سنة معروف ومعروف عند العرب قديما مع العلمة دكتور هناك بعض المستشرقين والمشككين يقولون لا دعي لهذا التراث ولا دعي للتفسير القديم وقد سبقوا بألفاظهم وتفسيراتهم ما وصل إليه الغرب اليوم تفضل دكتور وبالتالي فإن هذا التفسير كان معروفا حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلمة الحبق معروفة المعنى الدقيق لها هو هذا صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإن تركيبة الآية أنظر والسماء ذات الحبق ثلاث كلمات ذات يعني إحدى الخصائص المهمة جدا للسماء هي ذات الحبق والله عندما أقسم بهذه الظاهرة ظاهرة أمواج الحبق نعم إنما يعني أقسم بها لأنها شيء عظيم صحيح لا يقسم وإذا دخلت إلى مواقع الإنترنت يقولون لك من أعظم الاكتشافات العلمية في القرن الحادي والعشر من هذه الأمواج ونحن قرآننا سابق إليه من 1400 سنة من 1400 سنة يعني تأمل يعني سبحان الله يقف الإنسان مجدوها عجيبا العلمية التي ترد على كل من يقول نحن لسنا بحاجة للإعجاز إذن ماذا نفعل عندما أجد أنا كإنسان مؤمن نعم نعم عندما أجد آية قرآنية تطابق تطابق تماما اكتشاف علمي قبل سنوات قليلة فقط صحيح فكيف لا يعني لا أقول على الأقل سبحان الله لذلك رب العالمين قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافلين عما تعملون لماذا لا نبدأ نحن بهذه الاكتشافات ثم نأخذها يأخذها غيرنا منا يعني نأتي إلى كتاب الله نخرج منه الاكتشافات ونقول للغرب لقد وصلنا قبلكم وكتابنا يؤكد هذا الكلام هناك ناس تتكلم في هذه القديمة صحيح وهذا مطروح جدا نريد أن نختم الحلقة برد منكم أنا تتبعت آيات القرآن كاملة دائما القرآن يوجهك باتجاه الكون لتصل إلى الإيمان وليس العكس سبحان الله يعني القرآن نفسه عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق إذن يجب عليك أن تنظر آيات في الكون شوف الحكمة سبحان الله حتى يتبين لهم أنه أي القرآن هو الحق يعني الكون دليلك إلى القرآن لذلك يخطئ بعض الناس عندما يقول أنا أريد أن أستنبط نظرية علمية معلم أن فيه حقائق القرآن لا يحوي نظريات نعم يخطئون عندما يتوجهون هذا التوجه لأن الله خلق لك الكون هو كتاب الله المنظور قدرته في الكون وأنزل سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كتاب الله المصطور مفاتيح لهذا الكون ولخص فيه أسراره سبحانه وتعالى نعم الحقيقة دكتوري يعني أدلل على كلامك بل أصدق عليه بأنه أيضا لا مانع أن بلادنا تقوم بما قامت به الآن بعض الدول الإسلامية حتى في شرق آسيا سمعت أن في ماليزيا جعلوا قسم التفسير لإعجاز العلمي للقرآن الكريم قالوا ننقل هذا القسم إلى كلية العلوم ليكتشف الطلب المسلمون والباحثون قضايا وحقائق علمية ثم يطابقوها مع إشارات القرآن الكريم الحقيقة في نهاية اللقاء يسعد القلب بهذا الكلام وحقيقة أرى أخي المشاهد أن هذا الكلام وهذه الحقائق التي ذكرها الدكتور ما هي إلا داخلة في إطار قوله جل وعلا ليزدادوا إيمانا نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تلك الحلقات بادرة خير ودافعا لزيادة الإيمان في قلوبنا ونشكر الدكتور عبدالدامي الكحيل في نهاية لقائنا أزاكم الله وخيرا على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوحي هل لمعطر بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا شكرا